عقدت اليوم جلسة تخصصية مغلقة للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد ناقشت الجلسة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي والتي سبق نعقادها بالجلسات النقاشية العامة وذلك لبلورة المقترحات والخرود بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية الجلسة النهاردة جلسة تخصصية فالهدف منها الوصول لأليات أكتر ما هو مجرد عرض المشكلة لأن ده تم في الجلسة العامة قبل كده المحاور الأساسية المقترحات الحقيقية كتير يعني تقريبا كل مشارك ألف حدود عشر توصيات أو أكتر لكن في إطار عام ممكن نقول أن هي تناولة أربع محاور تقريبا محور تكلم عن فكرة المعروض من السلع والخدمات وإزاي أن نحن نقدر في بعض الحالات نزود إتاحة المنتجات وفي بعض الحالات الأخرى لو المنتجات متاحة نقلل المستوى السعري أو نحد من الموجة التضخمية اللي وصل لها هذا المنتج أو السلعة النقطة الثانية هي فكرة الأجور ومستوى الأجور إزاي يكون قادر يواكب التضخم لأنه ممكن الأجور تكون بتزيد في سوق العمل بشكل اسمي لكن بشكل عملي المواطن بيشوف أنه هو دخله بيقل مش بيزيد لأنه قدرته وقويته الشرائية بتقل النقطة الثالثة هي فكرة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وإزاي أن الدولة تقدر تعمل لنوع من أنواع الاستهداف الزكي زي ما بنقول بحيث أن حق وفرات اقتصادية أكتر لكن في نفس الوقت يكون فيه أثر اجتماعي من هذه الوفرات الاقتصادية النقطة الأخيرة وهي فكرة بقى طب المواطن نفسه إزاي الحايز المالي بتاعه يكون أوسع عشان يقدر يعمل تحوط من الموجات التضخمية اللي بتحصل وهو كفرد يقدر يتعامل إزاي مع هذا الأمر